نستكمل الحديث عن مكرر العلوم العامة الفصل الثالث وفصل الفلك الأهداف المفروض بعد دراسك للفصل تحقق جملة أهداف واحد تقدر تحلل بنية الأرض وتباكتها تقدر تقارن بين طبقات الولاف الجو للأرض تقارن بين الكسوف والخسوف تتبع أوجه القمر على مدار شهر عربي تقارن من الكواكب الداخلية والخارجية تحالي الخاصة المجموعة الشمسية تفسر كوانون الحركة في الفضاء الموضوع الأول من فصل الفلك من مكرر العلوم الكيمياء وهو كوكب الأرض أهداف الموضوع الأول هناك ثلاث أهداف لهذا الموضوع الهدف الأول تقدر تحلل طبقات الولاف السخر للأرض تقدر تقارن بين طبقات الولاف الجو تستنتج طبيعة ووظيفة المجال المغناطيسي للأرض خصائص كوكب الأرض كوكب الأرض له جملة خصائص أول خاصية يبعد عن الشمس بحوالي 150 مليون كيلو متر يدور حوالي الشمس مكون العام يدور حوالي نفسه مكون اليوم مصار كوكب الأرض حوالي الشمس بيضاوي الشكل يدبع الأرض قمر واحد فقط نشاط الأول مما يتكون الغلاف السخر للأرض مما يتكون الغلاف السخر للأرض الغلاف السخر للأرض يتكون من ثلاث طبقات أساسية ثلاث طبقات أساسية ايه هما هذه الطبقات؟ اهي الشكل هذا يوضح لنا الغلاف السخر للأرض يتكون من ثلاث طبقات رئيسية أول طبقة اسمها القشرة ثم الوشاح ثم اللوب القشرة هي الطبقة السطحية للأرض سمكة حوالي 35 كيلو متر زاد كثافة من قفضة تتكون من صخور نارية ومتحولة تزداد درجة حرارتها بمعدد درجة واحدة كل مئة متر للقشرة الطبقة الثانية الوشاح طبقة شديدة الصلابة سمكة حوالي 2800 كيلو متر وتتكون من صخور عديدة منها البازالت والسلكة اللوب اللوب الأرض ينكسم إلى لوب داخلي ولوب خارجي اللوب الداخلي يتكون من معادل الحديد والنيكل منصهرة ويبلغ درجة حرارت أو سمكة الأول حوالي 2250 كيلو اللوب الخارجي يتكون من معادل الحديد والنيكل ولكن في حالة صلبة سمكة حوالي كام 2225 وزاد ضغط مرتفع جدا طيب النشاط الثاني مما يتكون الغلاف المغناطيسي للأرض الغلاف المغناطيسي للأرض الغلاف المغناطيسي بسبب وجود الحديد المنصار في لوب الأرض الداخلي يتولى شحنات كهربية مع دوران الأرض هذا الدوران مع الحديد المنصار يولد مجال مغناطيسي يغلف الأرض على هيئة أحزمة هلالية تمتد من الشمال إلى الجنوب وتمتد لمسافات كبيرة في الفضاء هذا المجال المغناطيسي سبحان الخالف العظيم يحمل الأرض من الأشعة الكونية ومن الرياح الشمسية وينقسم إلى أحزمة داخلية وأحزمة خارجية الأحزمة الداخلية تمتد حتى 300 كيلو متر في الفضاء وهو يحتوي على طاقة عالية من البروتونات والإلكترونات الأحزمة الخارجية يمتد إلى ما يقرب 2000 كيلو متر في الفضاء وهي زاد طاقة أقل نسبية مقارنة بالأحزمة الداخلية لخص أهم ما تعلمتم من هذا الموضوع